جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الرجل غيره بالإنصات وقت الخطبة حال خطبة الإمام مما يفضي به إلى اللغو واللغو هو القول الباطل المقصود باللغو القول الباطل وهو ما يترتب عليه إثم ومعنى قد لغوت أي وقعت في الإثم في الكلام الذي تأثم به وهذا وجه التحريف في قوله يحرم الكلام ترجمة نانسي قنقر